اشتركوا في القناة هنتكلم على الضوء منذ قديم الأزل الإنسان عرف أهمية الضوء في حياته سواء عشان يقدر يقوم بكل الوظائف بتاعته تخيل لو النور مقطوع حضرتك مش هتعرف لا تمشي ولا تأكل ولا تقرأ ولا تكتب في عندي مصادر للضوء كانت بالنهار زي الشمس والقمر والنجوم دي اللي أنا بسميها مصادر طبيعي طب الشمس موجودة في فترة الصباح ومنيرة الدوء الكون طب الإنسان حاول يعود دوت في الفترة اللي بتغيب فيها الشمس اللي هي الفترة الليلية وعمل مصادر صناعية الدوء بس مش عشان خاطر أشوف الوظائف بتاعتي أو أن أنا أمارس حياتي العادية لكن كمان على الحياة في وجه عام الطاقة بتاعتك اللي أنت بتتغذي عليها سواء كانت نباتية أو حيوانية بتعتمد على الدوء طب إيه أهمية الدوء للنبات؟ النبات ما يقدرش يقوم بعملية الفوتو سينتسنس أو عملية البناء الضوئي عشان يكون المادة الغذائية اللي موجودة فيه اللي بقدر عن طريقها يكون الغذاء سواء كان بيخزنه في الصاق أو في الأوراق أو في الجزور وأنا برجع بعد كده كإنسان أتناوله وده بيديني طاقة والطاقة دي اللي بتخليني أقدر أبزل المجهود أو أعيش في حياتي أتحرك أطلع أنزل بتديني الطاقة اللازمة للحياة بتاعتي بالإضافة لأن برضو النباتات دي بتتغذى عليها الحيوانات الداجينة أو المواشي اللي بيعتمد عليها الإنسان بعد كده في تنوع مصادر الغذاء زي اللحوم والقلبان والبيد ما أنا باخدها منين من الحيوانات الحيوانات دي عشان تطلع للإنتاج ده لابد أن يكون فيه عندي غذاء يتغذى من قديم الأزل الإنسان دايما بتشده الطبيعة واللي بيحصل فيها زي ما قلنا أن الفيزياء دايما بتعمل على تفسير بعض الظواهر الطبيعية اللي موجودة حوالين الإنسان واللي بتساعده لفهم البيئة اللي موجود فيها وكمان بتخليه يتجنب مخاطرها بالإضافة لأنه هو يستفيد بها أكبر استفادة ممكنة الضوء زي ما قلنا أنه هو أساس الحياة بدأوا يشوفوا الضوء دوت مصادره إيه وإزاي أقدر أسعيد عن المصادر الطبيعية وإزاي أقدر أني أنا أشوف طبيعة هذا الضوء وطبيعة هذا الضوء طب أنا هدور عليه على طبيعة هذا الضوء دراستي لطبيعة هذا الضوء فالصارق لي بعض الظواهر اللي بتحصل حوالي زي وجود الظل الإنسان لما بيمشي ويجد الظل بتاعه موجود على الأرض ده معناها الظل ده جي من إيه؟ رسمته الموجودة على الأرض جي جت من إيه؟ جت من خلال أن الضوء بيمشي في خطوط مستقيمة الإنسان ما عد رسته لهذا وصل لأن الضوء من خواصه أنه بيصير في خطوط مستقيمة فبيمشي جنب حضرتك في خط مستقيم لغاية أنك ييجي لعندك أنت بالنسبة له جسم معطن مش هيقدر يخترق خلالك هيبقى موجود عندي الجزء بتاع الخيالك موجود على الأرض منطقة مظلمة لا يستطيع الضوء الدخول إليها طيب كمان الضوء وهو بينتشر وهو بيتحرك بيعمل جينا تقريبا في التمانينات طلعتنا الصحف أن الناس مجموعة من الناس شافوا في قرية موجودة في روسيا أطباق طائرة وهو بقى أقول بقى ده فيه أطباق طائرة وفيه عوالم خارجية والناس تنسج الأساطير وأيوة والناس اللي هي وكلة الفضاء الأمريكية مخبية علينا راحوا لعلم عشان يشوفوا الموضوع ده اكتشفوا أن تفسيرها موجود في دراستهم لعلم الضوء الضوء مجاله كبير جدا كمان الإنسان عارف أنه طول ما أنا عندي ضوء أنا بقدر أشتغل وآكل وأتحرك بدأ يستغل الموضوع ده في السروة الداجينة أنه يجي للعنابر اللي موجود فيها الدواجن ويبدأ يحط الضوء فالتفضل الدواجن دي تاكل فترة طويلة جدا وده بيؤدي إلى أن هي يزداد تزداد في الحجم وكمان انتاج غزير من البيض نفس الموضوع بالنسبة للماشية وجدوا أنه هم مكان مبيت الماشية لو سابوا الضوء شغال طول فترة الليل هتفضل الماشية دي تاكل وتتحرك وبالتالي هيزداد حجمها إذن الإنسان مع دراسته للضوء عرف إزاي يستغلوا عرف يفسر بعض الظواهر اللي فيه ويقدر مع الاختراعات اللي كلنا كل شوية بنشوفها بداية من إنه في الإنسان البدائي خالص لما اكتشف مصدر الضوء من النار بعد كده فيه عند الشموع بعد كده تلاتها المصابيح اللي معمولة بالكيروسين والتطور بالمصباح الكهرابي اللي بنشوف له أشكال ومازال العلم مستمرة إذن الضوء مش بس ظاهرة بتحصل حوالينا لفتت نظر الإنسان لكن هو بيحاول إنه هو يستفيد بيها أقصى استفادة ممكنة طيب دعالوا نتعرف على الضوء وخصاصه واللي بندرسها في خلال الولادنا بيدرسوها في المدارس في السنوات المختلفة أنا كشخص ألاقي إن المعلومة بالنسبة لي معلومة سهلة جدا ويمكن بتفسر لي حاجات ممكن تظهر قدام مننا زي ما قلنا القرية اللي قالت الحقوة يا جماعة الأطباق الطائرة أو إن يكون ماشي على الطريق في فترة الصيف ولاقي فيه بركة مية تحت العربيات وشايف شكلها بس أنا ما بوصلها ما بلاقيش مية ظاهر كتير بتحصل حوالينا الضوء عندي بيوضح حاجة كمان اكتشفنا في الدراسات ليه أنا بشوف الألوان ليه يا جماعة أنا ممكن أشوف ده التشارة ده أحمر ده أخضر ده أصفر ليه بحط ظهر على الغسيل الأبيض بعد فترة ليه ماما بتستعمل حاجات دي كل دي ليها علاقة بالفيزياء والضوء واكتشفوا أني فيه حاجة اسمها الألوان الضوئية ظاهرة قص قزح اللي بتظهر فيه السماء بعد المطر بنشوف سبع ألوان موجودة في السماء الأضواء دي أو الأنوار دي أو الألوان دي ليه ظهرت وإيه تفسيرها وليه ترتيب الألوان زي ما هو بيتغير ما بيتغيرش ولا هو بيتغير وإحنا مش عارفين كل الكلام ده حنستعرضه في حلقة النهاردة في حلقة ممتعة جدا عن الضوء وأسراره واهتمام الفيزياء بهذا المكان تعالوا بينا كده نشوف بيديو النهاردة عن الضوء اللي بنتعامل معاه بداية احنا اتكلمنا على أهمية الضوء نتكلم على مصادر الضوء عندي مصادر طبيعية وعندي مصادر صناعية المصادر الطبيعية عندي زي الشمس والآمر ده موجود في فترة الليل المصباح الكهربي ده كمثال الصناعية والشموع الدوب يستخدم في مزارع الدواجن ده عشان تزيد انتاجها من البيض وده طبعا يعني علميا او اقصاديا مفيد جدا نفس العملية بالنسبة لي المواشي او الماشية هلاقي عندي ان الاضاءة في العنابر بتاعة الاكل بتاعة الماشية ده بيساعدها كتير جدا على ان هي تزديد حجمها نعم نتعرف على طبيعة الدوب الدوب عبارة عن موجات هزي الموجات تنتشر زي الموجات السامعية ولكن تختلف عنها بانها لا تحتاج الوسط مادية عشان يهتز ولولا كده ما كانش ضوء الشمس ظهر لنا في الكوند ووصل لنا عبر الفضاء طيب قديما قالوا ان العين بتسقط الضوء على الاشياء وده بيسبب عملية الرؤية طبعا الكلام ده كان زمان اول واحد قال ان الكلام ده غلط هو العالم العربي الحسن ابن الهيسة اللي قال لا ان المصدر الضوء سواء كان طبيعي او صناعي هو اللي بيسقط ضوء على الاجسام ويحدث لها عملية انعكاس على العين وده اللي بيسبب الرؤية وان الضوء بيمشي في صورة امواج والضوء طبيعته كهراء مغناطسية وبالتالي اشعة الشمس بتوصل للارض عندي عبر الفراغ الضوء بيمشي في موجة مش موجة بحردي موجة كده يعني لها قمة ولها قاع والمسافة بين قمتين متتاليتين او قاعين متتاليين تسمى بالطول الموج الرؤية عشان اعرف اشوف لازما وجود الضوء في الظلام لا استطيع الرؤية طب لو انا عملت اضاءة مصباح هلاقي ان الكون او القوضة للمكان اللي انا موجود فيه هيغمر الضياء يعني اذا الضوء بينتشر في كل مكان طيب احنا عايزين كمان نشوف طريقة انتشاره هعمل ايه هجيب صندوق مظلم وهسيب فيه سقب كده وابتأى اشوف الضوء بتاعي هجيب انه بيسير في خطوط مستقيمة بالزبط في المكان السقب بتاعي لو السقب ده كان واسع هلاقي ان خط الضوء اللي خارج برضو اوسع اذا الضوء يسير في خطوط مستقيمة فلولا قدام منه حاجة مقفولة مش هيخرج منها لو انا جبت ورقة ومشيت ورقة عند الضوء ده وبدأت اشوف الخط بتاع الضوء ماشي ازاي حلاقيه ماشي من نقطة للاخرى في خط مستقيم وده اللي بيفصر لي موضوع الضلال لو انا جبت اي ورقة كده وحطتها قدام المصدر الضوء حلاقي ان الضوء مش هيمر منها وهيخلف لي بانطقة مظلمة اذا الضوء يسير في خطوط مستقيمة ولا واذا حطيت اي حائل او ساتر مش هيقدر يمر خلاله دي الفكرة اللي بتوضح لي التكوين الضلال لو انا عندي الشمس على اي جسم مثلا زي شجرة وبدأ يتكون لها ظل على الارض لو تحرك الشمس يعني تحركت مكان الاشعة هجد ان الظل كمان بيتحرك ده دليل على ان الضوء وهو ماشي من المصدر بتاعه الى الجسم بيبقى الجسم حائل بالنسبة لمرور الضوء وده برضو في الاشخاص يبقى تستطيع ان كانت الاشخاص او الجمادات بتكون ظل على الارض نتيجة ما يسمى بان الضوء او نتيجة خاصية الضوء انه هو بيسير في خطوط مستقيمة نشوف كده مع بعضينا احد خواص الضوء وهو انعكاس الضوء وجدوا ان الضوء بينعكس يعني ايه انعكاس تعالوا شوف التجربة دي انا هجيب شعاع ليزر هسقطه على المرآة والمرآة دي سطح عكس هسقطه في الاول في شكل مستقيم هذا الشكل مش هيحصله اي انعكاس لانه يسقط عمودي على السطح الفاصل اذا اذا سقط شعاع ضوء ايه عمودي على السطح الفاصل فانه لا يعاني اي على السطح العكس سوري لا فانه لا يعاني اي انعكاس طب حدا احرق الشعاع بتاعي بزاوية معينة وليكن مثلا عشر واكون حريص سقوط الشعاع يبقى عند النقطة اللي انا محددها بالقلم كده اللي هو على العمود الفاصل واشوف الشعاع هلاقي الشعاع بالضوء بتاعتها بيه انعكس بنفس الزاوية اللي سقط فيها المسافة اللي بين العمود وبين الشعاع الساقط تسمى زاوية السقوط المسافة اللي بين العمود والشعاع المنعكس بتسمى زاوية الانعكاس شوف احنا كده زودناها خلناها 30 اصبحت تبع ليها زاوية الانعكاس برضو 30 طي لو احنا زودنا لأي عدد من العداد هابوس سيلاقي ان دائما الزاوية المحصورة بين العمود والشعاع الساقط تساوي الزاوية المحصورة بين العمود والشعاع المنعكس يعني اي زاوية هيسقط بيها الضوء حينعكس بيها طيب نزودها مثلا كنا نخليها 60 برضو نفس الموضوع هابوس سيلاقي ان الشعاع المنعكس حينعكس برضو بنفس الزوية اللي ساقط فيها اللي هي حوالي 60 درجة إذن الانعكاس وده مثال لي لو حضرتك وقف قدام المرية صورتك بتسقط على المرية ده اللي أنا بسميه الشعيع الساقط وينعكس من المرية إلى عينك الصورة بتاعتك دي عملية الايه عملية الانعكاس وده اللي بيسبب الرؤية أو النظر قانون الانعكاس بيقول أنا زاوية السقوط وساوي زاوية الانعكاس طب تعالوا نشوفها كده أنا لو رسمت خط بيمثلي المرئة أو السطح العكس هحط خطوط كده الخطوط اللي ورا دي معناها إنها ده ظهر المرئة أو خلف المرئة الخط المستقيم ده الجزء المسقول من سطح المرئة أو أمام المرئة إذا سقط شعاع ضوئي هرموز له بخط كده عشان أوضح بس المصاري شعاع الضوئي إذا سقط شعاع ضوئي ده بسميش شعاع الساقط على أحد أجزاء المرئة ودي بسميها نقطة السقوط حيرتد في الاتجاه الآخر وسميه الشعاع المنعكس نقطة السقوط اللي احنا هنحددها دلوقتي كده اللي هي المكان اللي سقط فيه الشعاع الضوئي والشعاع المنعكس هقيم منها جي اسمها نقطة السقوط هقيم منها عمود العمود دوت عمود وهمي وهبدأ إيس الزاوئة المحصورة بين الشعاع الساقط والعمود ويطلق عليها زاوية السقوط الزاوية المحصورة بين العمود والشعاع المنعكس تطلق عليها اسم زاوية الانعكس الخاصية الثانية للضوء هو انكسار الضوء هذا الانكسار يحدث إذا انتقل الشعاع الضوئي من وسط شفاف إلى وسط شفاف آخر يختلف عنه في الكسافة الضوئية زي ما احنا شايفين كده لو أسقط ضوء لونه أبيض على أحد أسطح المنشور السلاسي اللي مصنوع من البلاستيك الشفاف أو من الزجاج هذا الشعاع مش هيمر على استقامته ولكن هيحصل له انكسار يعني انكسار يعني يغير من مصاره تعالوا نشوف كده لو أنا جبت كوب ممتلئ نصه بالماء طبعا النص التاني هيبقى هوى وأسقط أو وضعت فيه قلم رصاص القلم ده مفروض أنه سليم لكن لو نزلت المستوى في مستوى النظر للحد الفاصل بين الماء وبين الهوى هيبدو لي القلم بتاعي كأنه مكسور وممكن استعيد عن القلم ده بالكباية لو كباية وحط في قلبها معلقة انت هتخرج المعلقة هتلاقيها سليمة مجرد لو بتحطها جوه الكباية بتبدو أن هي مكسورة تعالوا نشوف التجربة دي أنا عندي دلوقتي دورة الدورة ده هملة بالمية المية دي تعتبر وسط شفاف بيسمح بمرور الشعاع الضوئي وهجيب كوب آخر حملة بس نصب المية وهبدأ حط وسط آخر اللي هو الزيت زي ما احنا شايفين وإحنا بنحط الزيت كده هذا الزيت كسفته أقل من الماء وبالتالي بيطفو فوق سطح الماء ويمكن كمان الخاصية دي يستخدمها العلماء في محاربة يرقات البعود في البرق ومستنقعات اللي موجودة في المناطق اللي بيتجمع البعود أو اللي هو بيبقى ليه أضرار وبتسبب أمراض في دول زي جنوب أفريقيا والمناطق دي اللي فيها غابات كتيرة وفيها مستنقعات كتيرة وبتسبب مرض النوم أو بتسبب موضوع الكسة البافة وبالتالي هم بيحربوا بالنوم يحطوا طبقة زي دعنا نشوف كده الألم لما حطيته في المية ولما حطيته فيه الزيت بصوا الانكسار يبقى إذن حتى زوية الانكسار بتختلف باختلاف الوسط الشفيف شايفين واضح جدا فيه المية بين المية والهواء الهواء دي يعتبر من أقل أقل أوصات كسفة في الكوب التاني في عندي طبقة المية شايفينها طبقة الزيت وبعدين الطبقة الثالثة اللي هي طبقة الهواء يبقى الانكسار بيحدث نتيجة مرور الشوعة الضوئي من وسط إلى وسط شفاف آخر يختلف عنه في الكسفة الضوئية تعالوا نتكلم على موضوع تاني برضو له علاقة بالضوء ودوء اللي فصر للحاجات كتيرة اسمه الانعكاس الكلي طب حضرتك قلت فيه انعكاس وفيه انكسار أول حاجة قلنا إذا سقط عمود سقط السوق ضوئي بصورة عمودية على سطح فاصل بين وسطين فإنه يمر دون أن يعاني أي انكسار في الحالة دي العمود مش هينكسل لأنه ساقط عمودي زاوية السقوط بتساوي زاوية الانكسار بتساوي صفر طب لو أنا ميلت أو عملت زاوية للشعاع الضوئي بتاعي زي الشعاع الأولاني دوت حعم العمود ده واهمي على نقطة السقوط فبجد أن هذا الشعاع يحدث له انكسار يعني حيتغير المصار بتاعه الزاوية الأولية في واحد والزاوية دي اللي بسميها زاوية السقوط في اتنين دي اللي أنا بسميها زاوية الانكسار طيب في حالة ما أنا زودت زاوية السقوط هتزدد تبع عليها زاوية الانكسار لأن أنا في عندي قانون بيقول لما بيسقط الضوء من وسط أكبر كسافة ضوئية لوسط أقل كسافة ضوئية فيأنه ينكسر مبتعدا على العمود وكلما زادت زاوية السقوط في الوسط الأكبر كسافة تبع عليها هتكبر زاوية الانكسار بتاعتي يعني أنا أكبر من أخويا فالشيء طبيعي أن أنا أخويا كلما يكبر أنا كمان هكبر أنا دلوقتي الزاوية هتكبر فزاوية الانكسار هتكبر لغاية ما بوصل لمستوى الشعار الضوئي بتاعي بيسقط على السطح الفاصل وتصبح زاوية الانكسار 90 درجة هذه الزاوية يطلق عليها اسم الزاوية الحريقة هي الزاوية لو أنا جيت أعرف أقول هي الزاوية هي زاوية السقوط أولا هي زاوية السقوط في الوسط الأكبر كسافة ضوئية تقابلها زاوية انكسار في الوسط الأقل كسافة ضوئية قيمتها 90 درجة من اللي قيمتها 90 درجة زاوية الانكسار المقابلة للزاوية الحريقة طب يحصل إيه بقى لو الشعاع الضوئي بتاعي ساقط بالزاوية أكبر من الزاوية الحريقة هيروح فين الشعاع الشعاع ده في الحالة دي هيحدث له انعكاس كلي هو هنا هيخضع لقانون الانعكاس اللي هو زاوية السقوط تساوي زاوية الانعكاس هيرتد لنفس الوسط الأكبر كسافة ضوئية ومش هيمر إلى الوسط الأخر طب انت بتقول ان الكلام ده كله ليه؟ لان الكلام دوت نتيجة انهم درسوا خواص الضوء وصلنا لتفسير هذه الظاهرة اللي ممكن نشوفها اللي هي ظاهرة الصراب الصحراوي الصراب الصحراوي ده زي ما هيباين لنا الفيديو التالي انا دلوقتي الشمس عندي بتسقط الحرارة بتاعتها لو احنا بصنا لطبقات الارض من تحت هلاقي ان انا عندي طبقة الاسفلت دي بتسخن جدا طبقة الهواء اللي بتعلو الاسفلت دي بتبقى درجة حرارتها عالية وبالتالي الكسافة بتاعتها تبقى قليلة كلما كان فيه درجة حرارة الجزيئات هتبدأ تبتعد عن بعضها فالكسافة هنا هتبقى أقل كلما بابعد عن سطح الارض حلاقي ان الكسافة بتاعتي الحرارة بتاعتها بتقل فالكسافة بتكبر فبالتالي الطبقة اللي وصلة قادي الشعاع وقادي الانكسارات هتبدأ توصل لغية مستوى معين من الانكسارات وهي حصل لها عملية انعكاس كلي العين ما بتشوفش الشعاع المنعكس لا بتشوف امتداده فبالتالي انت بتشوفوا صورة للأشياء أو بتشوفوا عدة انكسارات كلية على سطح الارض وده اللي بيسبب عندي فكرة ان يكون في عندي صورة للجسم فيبدو كما لو كانت الارض فيها مية زي ما نشوف كده دلوقتي هذه السيارة بنشوفها من بعيد كأنها فيها مية أو في بركة مية السيارة جاية فيها لكن لما بوصل لها ما بلاقيش مية ولا حاجة دي عبارة عن الانكسارات شايفين الوسط بيهتز كما لو كانت مية لكن دي عبارة عن عدة انكسارات وانعكاسات كلية نتيجة انكسار الاشياء الضوئي وحدوث ما يسمى بالانعكاس الكلي اللي احنا قلنا عليه اللي الزاوية بتسقط بزاوية أكبر من الزاوية الحال مش بس كده لا ده كمان في حاجة اسمها الصراب القضي مش الصحراوي شايفين المركب المركب دي متعلقة فوق في السماء كأنها إيه اللي الناس كانوا بيقولوا عليها الأطباق الطائرة كانت في منطقة متجمدة اللي بحرف فيها متجمدة فطبعا الوضع هنا هيبقى معكوس معكوس يعني ايه؟ يعني هيبقى في عندي الطبقة الملمسة لطبقة الباردة دي هتبقى الكسافة بتاعتها كبيرة شوية وكل ما بعلوا عن طبقة التلج الكسافة بتاعتي هتبدأ تقل فيحدث برضو نتيجة عدد من الانكسارات وأوصل لطبقة يحدث عندها انعكاس كل فبيشوفوا المراكب اللي موجودة على أحد الأسطح بتاعت المية كما لو كانت في السماء وكمان في حالة مقلوبة الأهالي أجري عم بشوف ده طبق طائر بصوا فيه سفينة في السماء ومقلوبة ومش مقلوبة راحوا العلماء قالوا مش ممكن داخل يعني شخص أو اتنين من الفلاحين شافوا في أعلى منطقة الحقول بتاعتهم هذا الطبق الطائر العلماء راحوا لغاية هناك وبتفسير بسيط وبدراسات وقياسات وجدوا أن بعض الأسطح بتاع البحيرات القريبة منهم متجمدة وبالتالي حصل عملية الرفلكشن دوت وأصبحت ما يسمى بيه الصراب المعكوس أو الصراب القطبي نسبة من هي بتحدث في المناطق الباردة حاجة تاني برضو تطبيق تاني على موضوع الانكسار الليفة الضوئية إيه الليفة الضوئية دي؟ دي الليفة بتاني على أي هيئة مصنوعة من الزجاج أو الشفاف أو البلاستيك باجي عند أحد طرفي الليفة وإيه أسقط شعاع ضوئي بصورة أو بزاوية أكبر من الزاوية الحالية هيحدث له إيه؟ هيحدث له إنعكاس كلي في نفس الوسط اللي جاي منه لما يبدأ ينعكس هلاقي راح فين؟ هلاقي سقط على وجه الآخر من الأنبوبة بزاوية تساوي الزاوية اللي سقط بيها اللي هي الزاوية الحارجة فيرتد مرة أخرى وزي ما احنا جاي فين هيرتد من مكان إلى آخر لغاية ما يخرج من الفتحة الأخرى من الأنبوبة طيب أنا استفدت إيه بقى بالكلام ده؟ حتي فينا شاف الأباجورة دي؟ شكل الأباجورة المضيئة اللي بيبقى فيه مصدر ضوئي تحت وبتبقى عاملة زي الشعر اللي طالع ده أو الخيوط دي هي دي بسميها الليفة الضوئية دي عبارة عن إيه؟ عبارة عن الأنبوبة اللي بيحدث أو بيسقطوا الضوء عليها من تحت اللمبة المضيئة اللي تحت دي بزاوية أكبر من الزاوية الحارجة فتبدأ تحدث عدة إنعكاسات ويبدو ليه طرف الليفة الضوئية كما لو كان مضيئ كما لو كان هو اللي إيه؟ هو اللي مضيئ طب يا جماعة خلاص أنا عملت بقى باجورة بقى والعلماء بيدرسوا ظاهرة وبتاع عشان خطر ويصنوا حاجات عشان خطر نعمل أشكال جمالية آه ماش لكن في حاجة كمان إيه هي؟ بس تعملها في عملت لتصالة شايفين شكل الليفة دي سميها الليفة الضوئية شايفين شكلها مضيئة إزاي؟ دي مين فينا حصل عنده مشكلة في النت وبعدين اتصل فخدمة العمل قالت له إنه يتم تغيير كابلات النحاس إلى كابلات في فيبر لتحسين سرعة النت هي دي الكابلات الفضل يبقى بتدخل فيه كلمة فيبر أساسا يعني ليفة فهنا بتدخل فيه عملية الاتصالات بالإضافة لإن أنا بستخدمها في عمليات الليزر اللي هنتكلم عليه باستفادة بعد كده إيه عمليات الليزر دي؟ أنا دلوقتي كان زمان مثلا واحد عنده حصوة فباجي أعمل إيه؟ باجي أفتح بطنه وبشير طبقات من الجلد وأبدأ أقص وأبدأ أدخل وأدخل لغاية الحالب وأفتح وأشيل الحصوة دي مثلا حديثا أصبحت فيه جراحات اللي هي جراحات اليوم الواحد اللي هي جراحات الليزر بستخدم الألياف الضوئية معاها إزاي؟ أنا دلوقتي الراجل بيجي يعمل الدكتور بيجي يعمل العملية بيعمل شق صغير جدا علشان خطر المريض ما يعودش بعد يخف من المرض ويبدأ يعني بعد كده من أثار العملية والجرح بيفتح شق صغير يكاد يكون مثلا واحد سنتي وبيدخل منزار جوه هذا المنزار متصل بالكمبيوتر اللي بيوضح له الدنيا جوه شكلاقية ممكن بفرسبس كده أو بملقات صغير يقدر أنه هو يخبط الحصوة دي فتتفتت وتنزل من الحالب أو أنه هو ممكن يلتقطها أشياء من هذا القبيل في الناحية الطبية لكن يبقى عنده حاجة أننا دلوقتي جوه بطن المريض الدنيا ظلمة مش معقولة أننا هجيب مثلا بلدوس كده ولنبا وسقتها من بق المريض عشان تنوارلي جوه في الحالة دي بجانب المنزار بيحط الليفة الضوئية دي ودي حجمها رفايع جدا زي سمك الفتلة أو الشرع كده يكاد يكون حاجة هربوتها مع المنزار وهدخلها جوه وهعمل إضاءة خارجة جسم المريض وأسقطها بزاوية أكبر من الزاوية الحارجة وبالتالي هتنعكس عدة انعكاسات كلية وتكوني نتيجة بتاعتي أن بطن المريض هتنوار طيب تطبيق تاني لظاهرة الضوء والانعكاسات والانكسارات أنا في الصيف بلبس شرطات فتحة دي لأن هي بتعمل عملية عكس للأشعة بينما بلبس في الشتة مثلا الجواكد غمقة أو ألوان غمقة عادة علشان خاطر دي بتعمل على امتصاص الأشعة وما بتعكسه يبقى اللون الغمق بينطاص الأشعة بينما اللون الفاتح أو الأبيض بيقلب الأشعة أو بيعكسها خاصية أخرى من خواص الضوء وهي حيود الضوء دلوقتي الضوء بيمشي في خطوط مستقيمة فلو أنا عندي الموجات مشة كده ولقت قدام منها فتحة فبتبدأ تحيد عن مجالها ولو الفتحة دي أو السقب ده كان حجمه صغير حيتبدأ الحيود بتاعي بيزيد كلما صغر حجم السقب بتاعي حيبدأ يحيد الضوء يبقى الضوء هنا ظاهرة الحيود هي تغير مصار شعاع الضوء إيه نتيجة مروره بحفة حدة أو سقب الخاصية اللي بعد كده ليه الضوء تدخل الضوء تدخل الضوء المقصود بيه أننا لو عندي ضوء مختلفين وتدخلوا مع بعض هيظهر عندي مناطق مضيئة أو مناطق مظلمة هنقول بس هنوضح ده مثال يوضح كده لو سيادتك قفل الشيش وشايف الضوء داخل منه أنا بس بشرح فكرة يعني إيه مناطق مضيئة أو مناطق مظلمة لو دخل الضوء منه أهو هلاقي في بعض مناطق المضيئة وبعض المناطق المظلمة المناطق المضيئة دي بطلق عليها اسم الهدب المضيئة المناطق المظلمة بطلق عليها اسم الهدب المظلمة دي بس فكرة بس هي بتنتج نتيجة تداخل مصدرين للضوء لسه ما خلصتش استفادتنا من الضوء البطارية الشمسية البطارية الشمسية فكرتها ببساطة جديدة جدا ان انا عندي خلية بتنطس اشعة الشمس وبتحول الطاقة الضوئية الى طاقة كهربائية مختزنة في البطارية يمكن استخدامها واعتقد ان سمعنا عن عربيات بتمشي بالطاقة الشمسية وتقدر البطارية تختزم حتى لو الشمس ما تلعدش لمدة 3 يام تقريبا نتكلم بقى على الضوء الضوء ده زي ما قلنا انه هو عبارة عن موجات كهرومغناطيسية الطيف الكهرومغناطيسي ليه العديد من الاطوال عندي جزء عبارة عن موجات الراديو موجات المايكروويف الموجات تحت الحمراء منطقة الضوء المرئي واللي بيتكون من 7 الوان المنطقة فوق البنفسجية الاشعة السينية واشعة جامة ده الاطوال الموجية تقريبا عنج بالامطار فيهم موجات قصيرة فيهم زي موجات الراديو دي اللي بيتم عليها بس الراديو والتلفزيون وفيه موجات اطوالها الموجية طويلة زي الاشعة فوق البنفسجية والاشعة السينية واشعة جامة يبقى عندنا الجزء الطيف المرئي اللي هو بيتكون من 7 الوان يطلق عليها اسم الوان الطيف زي ما احنا شايفين بتبدأ باللون الاحمر يالليه اللون البرتقالي الاصفر الاخضر الازرق النايلي البنفسجي كل واحد ليه نسبة معينه وده اللي احنا او العلماء اكتشفوه ان الضوء الابيض اللي حسياتك بتشوفه جايلك من الشمس ده او جايلك من المصباح ده عبارة عن انه هو سبع الوان مع بعض طب انا مش بشوف الالوان دي بس ده انا بشوف درجات للالوان فيه ناس تقول فيه الورنج لا ده فيه السيمون ده فيه الحموسي ده فيه الموف ده البنات دلوقتي يقوله الليفاندر لا الاركاجرون مش عارف ايه الالوانات الغريبة فيه درجات كتيرة من الالوان مش بس هما الالوان من السبع الوان طيب تعالوا نشوف كده قوس قزح اللي الالوان سبع الالوان اللي بتظهر فيه السماء بعد عملية المطر حنشوف دلوقتي كورس ريوتن اللي بيوضح لي ازاي الضوء بيكون فعلا الابيض من سبع الوان اول حاجة ادي انا جبت كورس زي السي دي كده وحطيت عليه السبع الوان بتاعتي وعملت عملية استدارة كده لي بصوا الالوان بتبدأ تختفي ازاي طب انا عايزة هبقى تدور بسرعة معينة عشان اثبت لسيادتك ان الدوق بيتكون من السبع الوان دول اول حاجة هجيب مطور صغير كده وحتى اوصله بمصدر للطيار الكهرابي علشان احصل على السرعة الملأمة للالوان ديت حوصل القطب الموجة بالقطب السالب وهوصل باي مصدر للطيار الكهرابي بصورة بسيطة خدوا بالكوا القرص محتوط عليه الالوان بنفس ترتيب الالوان الطيف حوصلهم وحشوف عند دوران القرص ماذا يحدث عند دوران القرص هاجد ان الالوان كلها اختفت واصبحت القرص باللون الابيض اذا سرعة بتاع دوران القرص اوضحت لي ان السبع الوان عشان تتأكد ان السبع الوان موجودين وبص لو القرص بط هتبدأ تظهر لك الالوان لو سرع هيختفي هذا اللون اذا الضوء الابيض يتكون من سبع الوان اللي هي الوان الايه؟ الوان الطيف طب في حاجة عندي اسمها الالوان الاساسية في الضوء ايه هي الالوان الاساسية في الضوء؟ عندي اللون الاحمر اللون الاخضر اللون الازرع الثلاث ألوان دول عند اجتماعهم معهم حيديني الضوء الأبيض طيب احنا عايزين نفسر مشتقات الألوان التانية حنجرب نفس فكرة قرص نيوتن ولكن هنا القرص بتاعي حط فيه ثلاث ألوان عندي اللون الأورنج والأخضر بصوه حيبدأ يديني اللون اللون البني لون الأورنج مع الأخضر مع شوية من الأزرق ده بيبدأ يديني اللون البني طيب ده هنا خط الأورنج البرتقالي مع الأخضر هيبدأ يديني لون اللي هو بنسميه درجة من درجات البرتقالي بس مش برتقالي واضح مثلا درجة سيموني كده شوية دي هنا عشان درجات الألوان طيب لو أنا أخدت الأزرق مع الأخضر ده هيديني اللون اللي احنا بنسميه إحنا تركواز اللي هو الأزرق السماوي يبقى فيه درجة عملية خلط الألوان بنسب معينة ممكن تعطيني درجات الألوان طيب أنا عندي دلوقتي كمان أحمر وازرق الاتنين لما يندمجوا مع بعضيهم حيديني اللون اللي هو الرجواني او احنا بسميه الموف او بسمون دلوقتي اللفندر ما عرفش بيدلعوا الالوان اللون اللفندر اذا انا ممكن احصل على لون نتيجة خلط لونين مع بعض والالوان الضوئية قلنا مختلفة عن الالوان بتاعة البلتة يعني الاحمر والاخضر انا هنحطوا في قلب البلتة مش هيديني اصفر لكن دي الوان ضوئية ذات سما خاصة طيب لو انا حطيت الاحمر مع الازرق حبصة لقي داني الارجواني او الرون البيربل اللي هو اللفندر طيب لو انا حطيت مثلا دلوق الاخضر مع الدلوق الازرق حيديني اللون الازرق الفاتح او اللي احنا بنسميه التركوز ادي الالوان اللي هي بنقول درجات مختلفة انا عندي الحموسي عندي البني عندي درجة تانية من الاصفر عندي عدة درجات من اللون الموف تقولي بتنجاني تقولي لافندر ده بيكون نتيجة خلط الالوان زي ما قلنا لو انا حطيت دي الالوان الاساسية بتاعتي في الوضوء الاحمر والاخضر والازرق دي بسميها الوان اولية بعد كده ممكن ينتج عنهم باقية الالوان تعالوا كمان نشوف كده باقية الالوان عندي ممكن انفزها ازاي ويمكن كان زمان يقولك ايه اهو ادي الاحمر مع الاخضر هيديني اللون الاصفر احمر مع اخضر الوان ضوئية هيديني الدوء الاصفر كمان الاحمر مع الازرق هيديني اللون اللي هو الابندر ده او اللون الارجواني الاخضر مع الازرق هيديني اللون التركوازي بقى دي الوان ايه؟ الوان ضوئية طيب ازاي بقى انا بشوف اللون انا ممكن اشوف اللون الاحمر ازاي ده نتيجة الصبغات بيسقط على الجسم السبع الوان لكن الجسم بيمضصها كلها ويعكس على العين لونه بس وبالتالي أنا ما بشوفش منه غير طالع عندي شعاع اللون الايه اللون الأحمر وده بيفسر لي رؤيتي ليه الألوان بنشوف الطبيعة حوالينا ملونة سواء كانت الحيوانات سواء كانت الدنيا من حوالينا المزرعات بشوف حاجات باللون الأخضر بشوف ظهور بألوان مختلفة قد أراها كمان بيضة العلمي بيقولك أن كل الأجسام حوالينا غير ملونة طب إيه اللي بيخلينا شوفها بالألوان دي؟ قالوا أن دلوقتي ده عبارة عن عملية رفليكشن أو عملية انعكاس يعني مثلا سبحان الله البغبان ده الجزء اللي انت شايفه بالأزرق هو ساقط عليه السبع ألوان امتصم كلهم وخرج اللون الأزرق الشعاع الضوئي لو مررته خلال منشور سولاسي حاق ينقسم أو يتحلل سبع ألوان أول واحد عمل التجربة ده كان العالم الإنجليزي إسحاق نيوتن سمح بمرور سوق ضوء من النافذة ويستقبله على منشور سولاسي واستقبل الضوء الخارج من المنشور السولاسي على لوحة بيضاء هذه اللوحة ظهر عليها سبع ألوان بنفس الترتيب اللي احنا قلنا عليه الأحمر، البرتقالي، الأصفر، الأخضر، الأزرق، النيلي، قلبة نفسجي بنفس الترتيب شايفين كل لون ده حد أو ده مساحة معينة وبيسقطوا مفيش لون فيهم بينزل قبل التاني أو بيختلف ترتيبهم لا، كل واحد فيهم لزوية انكسار معينة هذه الزوية هي اللي بتعمل على سقوطه وده بيفصر لي أو فصروا بيه فكرة الضوء قطرات المياه اللي هو المنشور السولاسي إن قطرات المياه العلاقة في الجو بتعمل عمل المنشور السولاسي وتبدأ تحللي الضوء الموجود في الضوء الأبيض بيتعلي طيب ده كده احنا فصرنا ظاهرة الألوان وازاي أقدر أشوفها طيب ماما في البيت بتيجي تظهر الغسيل اللي هو الأبيض وبيزهر لونها أزرق طب ليه؟ نتيجة الصبغات واستخدامنا الصبغات في الأقمشة بعد فترة الغسيل الأبيض ده بيبدأ يطلع منه ضوء أصفر هذا الضوء الأصفر بيعايز لون تاني معه ضوءي يغير اللون الأصفر أو الضي الأصفر اللي خارجلي من الأقمشة إيه هو؟ أنا بحط الظهرة أصبح اللون الأصفر اللي خارج من الصبغة بتاعة القمش نتيجة تكرار للغسيل مع الضي الأزرق اللي طالع من الظهرة الاتنين بسميهم ألوان متتمة عند وضعهم مع بعض حيحصل أحصل على الضوء الأبيض ويصبح الغسيل بتاعي أبيض ومنور كده خلاص أنا قسرت الضي الأصفر اللي خارج منه باللون المتتمة بسميها اللون متتمة زي إيه؟ زي قلنا الألوان الأساسية عند دمجة اللي هي الأحمر والأخضر والأزرق حيديني اللون بتاعي اللي هو اللون الأب طيب تعالوا معنا كده نشوف كان فيه أحد البرامج مستعراضية أعتقد أن أكد فوزير رمضان وإحنا صغيرين كانت بتطلع المؤدية أو اللي بتقوم بعمل الفوزير بإنها تبقى لابسة فستان وكلما بتخطي خطوة الفستان بيتغير وإحنا صغيرين بنقول يا ده دولابها بعد بتعمل الفستان وتحط كل درجاته طيب إيه الفكرة بتاعتها تفسرها إزاي؟ ببساطة شديدة جدا إحنا شوفنا تركيب الألوان أنا دلوقتي أفرد المؤسسلة دي طالعة لابسة فستان لونه أخضر لو أنا صلطت عليه ضوء أحمر الفستان هيتحول إلى الضوء الأصفر طب لو أنا جيت بقى حطيت الفستان لونه أخضر وأنا حطيت ضوء أحمر وأضفت له ضوء أزرق حابصة ألاقي الفستان بتاعي بقى أبيض أنا إذن دلوقتي وخاصة الألوان دي بتستخدم في الحاجات الاستعراضات وفي المساريح وكده طيب هل كده لغاية كده بس الألوان بتاعتي لا طب أنا دلوقتي أفرد أن أنا شفت أي لون تركيبة اللون أفتح درجة أقل درجة أغمق درجة يبقى أعرف أن في عملية خلط وفي فرق بين الألوان الضوئية اللي بتازنته نتيجة اختلاط الضوء مع بعض والألوان اللي أنا بحطها في البلتة يعني لو سيادتك كده قلت أنا هعمل التجربة دي أجيب دلوقتي بلتة وروح حطت لون الأخضر على الأحمر على الأزرق زي ما أنتوا بتقولوا وأنا متوقع أن البلتة عندي تظهر لي اللون الأبيض لا دي هتظهر لي اللون اللي أسفد طيب أنا عايز أعرف دلوقتي إنتوا قلتوا أن أنا لو عندي ضوء تشيرت مثلا لونه أحمر هذا تشيرت أو هذا المالي بسعن امتصت كل الألوان وعكست لونها اللي هو الأحمر طيب وقلتوا كمان أن أنا في عندي تركيب الألوان طيب بالنسبة للضوء الأبيض الحاجة اللي بشوفها باللون الأبيض أو اللي أنا بشوفها باللون الأسود إيه تفسيرها العلماء قالوا لك برضو ممكن نفسر لك ده إزاي؟ قالك أن النوع الصباغة بتاعة الحاجات البيضة ما بتنتص أي شعيع ما بتنتصش أي شعيع اللي سقط عليها وبتعكس لحضرتك السبع ألوان يعني مجرد سقوط الأشعة على ملابس مصنوع من لون الأبيض بتعكس السبع ألوان وإحنا قلنا أن السبع ألوان بتكون للضوء الأبيض وبالتالي أنا كل اللي حينزل قدام مني على العنية هي السبع ألوان مرة واحدة وبالتالي أنا هشوفها باللون الأبيض هشوفها باللون الأبيض طيب الكلام ده بالنسبة للون الأبيض طيب بالنسبة للون الأسود اللون الأسود بيمتص كل الألوان وما بيظهر لكش ولا لون وبالتالي بيظهر بالصورة الغمأة بتاعتي طيب إزا العلم فصر لي فصر لي دلوقتي الماء أو السراب الصحراوي فصر لي السراب القطبي وما فيش أطبق طائرة ولا حاجة هي دي ظاهرة بتحدث الإنسان كل ما بيفكر حواليه بيحاول أنه هو يستفيد من المعطيات الطبيعة لي بعد الاكتشافات يا جماعة ظهرت نتيجة مش هقول أنها صدفة بقدر من أن هي قوة ملاحظة بمعنى إيه؟ بمعنى أني أنا دلوقتي العلماء بيشوفوا الظاهرة وبيدأوا يعملوا عليها بيحطوا نظريات وبيفترضوا نظريات وبعد كده بيبدأوا يدرسوا هذه النظريات ومع درستهم قد يكون النظريات اللي هو افترضها خطأ هو بيحط فروض ويبدأ يناقشها إذا ثبتت صحيتها بيقول يا جماعة والله دي صحيحة لأن كيت وكيت وكيت طيب لو ثبت فشلها بيقول أنا بستبعد الجزء ده وبييجي من المكان اللي وقف فيه العالم بيجي العالم اللي بعده اللي هو بيعمل إيه؟ بياخد اللي زميله والنقطة اللي وقف عندها ويشوف إيه العوائق اللي مقدرش يتخطها ويبدأ يدرسها ويبدأ كمان يشوف الفروض اللي هو قالها إذا كانت صحيحة تمام بيقول تمام كانت خاطئة بيقول يا جماعة لا الفرض ده خطأ للأسباب الآتية بعض الاكتشافات كانت بالصدفة وغيرت برضو في حياة الإنسان كتير جدا الفيزياء دائما وثيقة الصلة بحياتنا منذ اكتشاف الإنسان البدائي للنار والطاقة والضوء وما إلى ذلك من ضمن الحاجات اللي تعتبر كانت عن طريق الصدفة إن أحد العلماء كان بيعمل تجربة ملاش أي علاقة بالموضوع ولكن اكتشف إن أنا في عندي أشعة كده شكلها غريب ولما حط إيديه وراء قدام الأشعة دي لقى إن العطم بتاع إيديه الصورة بتاعته بانت فسبب التجربة اللي هو بيعملها وبدأ يشوف إيه السبب ومن هنا تلعت الأشعة السينية كلنا لما بنيجي مثلا لقدر الله حصل عملية قصور أو أي حاجة في العطم أولا لو بتروح الدكتور بيقولك إيه اعمل أشعة لإن أنا دلوقتي مش هفتح جلد وأطع كده ودم وجروحه بتاعه وقد خلقه ألاقي العطم بتاعي سليم فقالك لأ أنا ممكن عن طريق الرجل وهي مسليمة مثلا أو الإيد أو أي مكان مكسور أقدر أحطه قدام هذه الأشعة وحط في الخلفية ما يسمى باللوح الفتغرافي لما بتروح تعمل أشعة كده تلاقي فيه لوح لونه بيكون لونه سويت شوية بيتظهر عليه بقى بيضة أو رماضي نظرا لإن الأشعة تيه ليها عدة تأثيرات الأشعة دي في الأول ما كمش عارفين اسمها فبالتالي سموها الأشعة سين أو إكس ري الأشعة إكس إكس يعني حاجة مش معلومة زي ما حضرتك في الرياضيات بتقول إن الحاجات اللي هي المجهولة بتبقى سين أو صوت بعد كده بدأوا يدرسوها وعرفوا خصائصها وعرفوا يستفيدوا منها وعرفوا أضرارها وإزاي يعلقوها وظل الإسم متصل بيها اللي هي الأشعة السين وإحنا طبعا بنتحريف الإسم سميناها الأشعة السينية أو في اللي برضو اسمها باللغة الإنجليزية اللي هو الإكس ري ومعروف إن هي دي صورة الأشعة الأشعة دي تقدر تخترق الأكسامر صلبة طبعا العظم عندنا كسفته أعلى شوية من المناطق اللي هي اللحمية اللي موجودة فبالتالي تبدأ تظهر على اللوح الفتغرافي اللوح الفتغرافي ده وجدوا إنه حساس جدا للأشعة دي وكمان لقوا إن الأشعة دي لا تتأثر بمجال مغناطسي ولا مجال كهرابي لإن هي أصلا أشعة كهرامغناطسية وكتشفوا لها استفادات كتيرة جدا غير الكشف عنه القصور طيب دلوقتي وأنا بشتغل في العلم بتاعي باكتشف حاجة طب أنا اكتشفت الأشعة أشعة إكس تمام يلا إحنا في الحرب العالمية ده حاجة كويسة هبدأ أكتشف على القصور والجروح وكانوا مبسطين جدا بيها لكن مع العلم وجدوا إن هذه الأشعة لها أضرار والأضرار دي قد تصل إلى تضخم في بعض الأجزاء في الجسم أو ضمور لبعض العضلات ولو كانت المتعرضة لها سيدة وحامل هذه السيدة ممكن تسبب تشوه للأجنة بتاعتها طيب هنسكت على كده لا إحنا لازم نوجد حل إحنا حطينا لها استفادة طب هنرميها ونستغنى عنها لا إحنا ممكن نتعرض لجرعات قليلة الجرعات دي ما توصلنيش للأضرار الكبيرة دي ولا يحصل تضخم ولا يحصل ضمور ولا البيب يحصل له تشوه الطفل أو الجنين يحصل له تشوه الشخص مش مفروض يتعرض لجرعات كبيرة منها حضرتك ممكن تروح تعمل إكس ري على دراعك أو على إيدك هتتعرض للأشعة الكمية قليلة وفترة قليلة هتعمل الأشعة على الأسنان برضو كمية قليلة مش هتوصلك لدرجة أنك أنت تتأذي لكن الطبيب أو الفني المعمل اللي بيشتغل مع الجهاز ده اللي بيفضل متعرض طول النهار بنقوله لا لو سمحت تجنب التعرض المباشر لأشعة لأشعة إكس وبعد عن المريض أثناء الأشعة أنت كمريض هتعرض دقيقة اتنين لكن هو لو قاعد دقيقة مع كل واحد داخله هيتعرض لأكتر من ستين دقيقة وده ممكن يوسره لمرحلة الخطوة كمال من وقت للتاني لو أنت روحت عند الدكتور هو بيعمل لك الأشعة هتلاحظ أنه لابس جوانتي في إيديه لابس بلتو والبلتو بتاع الأشعة دي اللي بيتعمل مع فني الأشعة ده بلتو خاص موجود لي بطنة داخلية عشان خاطر بطريقة معينة ما تخليش الأشعة تيجي عليه طيب إذن الفيزياء فتحك المجالات كتيرة جدا ساعدت الإنسان في حاجات كتير علم شيق ومفيد إحنا النهاردة استمتعنا ببعض المعلومات من الفيزياء واللي فصرت هنة مجال الفيزياء طويل ممكن تكون حلقتنا خلصت النهاردة وقتنا خلص لكن كلامنا في الفيزياء مخلصي وهنتبع مع بعضينا خلال الحلقات القادمة الكثير والكثير مما قدمته لنا مادة الفيزياء وساعدت باللقاء معكم وألقاكم على خير إن شاء الله في الحلقات القادمة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة